السلام عليكم و أعطيكم العافية معكم خالد النجار إن شاء الله هل سنبدأ موضوع جديد في مادة الكالكولاس 1 اللي هو موضوع Limits بالعربي معنى النهايات أغلبنا مالك بهذا الموضوع موضوع النهايات أول شي بنا نبدأ نحكي إيش يعني النهاية تمام؟ النهاية تعني سلوك الإقتران كيف يعني سلوك الإقتران؟ رمز النهاية تأتي زي هيك Limit Fx Limit Fx When X approaches to A هاي بالعربي كنا نحكي إنه النهاية قافسين لما X تقترب من A أو X تقول إلى A هلأ هاضه معناها إنه أنا بدي أعرف شو سلوك الإقتران Fx حوالين النقطة A تمام؟ إذن النهاية ما بتهمني المساواة عند النقطة ما بهمني صورة A أنا بدي أشوف شو سلوك الإقتران حوال A تمام؟ هلأ شو هو الـ Concept أو مبدأ النهاية؟ مبدأ النهاية إنه إذا كان عندي Limit Fx بدي أدرس أنا النهاية حوال A أو سلوك الإقتران حوال النقطة سلوك الإقتران حوال النقطة هذا هو أجه مفهوم إنه بدي أدرس من اليمين من الـ A إلى الشمال فلما أجي بدي أدرس لما X تقول لـ A من اليسار من اليسار من اليسار باجي أحط لها السالب هايزا كنا قاعد بدرس النقطة A من وين من اليسار إذا طلعت جوابها L إذا exist موجودة نهاية من اليسار موجودة وتساوي L بدرسها من اليمين Limit Fx لما X تقترب من A من اليمين من اليمين بعط موجب فوقيها هيك زي كأنه قوة بتكون موجب تمام؟ إذا طلع جوابها برضو L سعيتها بحكي Limit Fx لما X تقول لـ A تساوي L وبهذه الحالة النهاية بتكون موجودة تمام؟ إذا ببعنه النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار وتساوي L إذا النهاية عند هاي النقطة تساوي L موجودة إذا كان النهاية من اليمين تساوي L النهاية من الاشمال كانت رقم ثاني لنفترض مثلا O أو M شو ما يكون؟ معناته من اليمين لا تساوي من اليسار وبالتالي Limit Fx لما X تقول لـ A does not exist غير موجودة تمام؟ هذا هو المبدأ أو الـ concept تبع النهايات طيب هلأ عشان نفهم موضوع نهاية أكثر من هيك خلينا نشوف كيف نطلع النهاية من خلال الرسم نبدأ بأول رسمة معطيني هذا الاقتران Fx على X axis في عندي هاي النقطة A وعلى Y axis اللي هي L حكينا النهاية لا تعني الصورة هون لو بدأ أطلع الصورة شو أفل A؟ ثم Px تأغفل A تساوي L شو سورة A؟ سورة A L لذلك يكون متصل إذا اختل أي شرط من هذا الشرط يكون غير متصل رح نتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل بموضوع الاتصال أنا هون ده أطلع بس نهاية بس بالزيادة هون إضافة حطيت إنه كيف نطلع الصورة أو شو الصورة تعيت الأي أفل أيت وساوي أل أما كنهاية بدي أدرس النهاية من اليمين من اليسار صح؟ باجي بحكي هاي لمدة أفل أكس لما أكس تقول لأي من اليمين بدي أبلش من اليمين وين الأي؟ هاي الأي بالزبط هاي الأي شو يعني أ من اليمين؟ ما قد يقول تقترب لأي من اليمين هاي أ من اليمين؟ أنا واقف هون بالزبط عند الأي باجي ليمينها بشوية صغيرة تمام؟ زحت على اليمين بشوية صغيرة وبطلع لعندما أوصل للإقتران وين الإقتران موجود فوق؟ فبظل أمشي تأخبط في الإقتران هاي خبط في الإقتران خلينا نشوف شو الصورة بالنسبة للواي تقريبا شو رح تكون الصورة بالنسبة للواي؟ بالنسبة لل Y ستكون تساوي L إذن لما تقفل X تساوي L من اليسار ما يعني اليسار هاي بالضبط هون من اليسار إذن من هون بزيح شوي صغير على اليسار وبطلع على فوق تأخبط في الاقتران تقريبا من Y ما سيكون الجواب برضو الجواب تقريبا يساوي L إذن لما تقفل X لما X تقول لل A من اليسار تساوي L تمام وبالتالي ومنها لما إنه النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار إذن لما تقفل X لما X تقول لل A شو تساوي تساوي L النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار حلو إذن زي ما حكينا النهاية تعني سلوك الاقتران ففعليا ندرست شو سلوك الاقتران حول النقطة A بإني درست مرة من اليمين ودرست مرة من الشمال نيجي عند الرسمة هاي مبدئياً أفل A شو يساوي ما علها صورة غير معرف حطلي حفرة هان شو يعني إنه غير متصل عند l-A إذن أفل A is undefined غير معرف لا يوجد صورة لل-A تمام طب هذا بهمني في النهاية بهمنيش في النهاية أنا النهاية سلوك الاقتران حول النقطة فبدي أدرس مرة من اليمين ومرة من اليسار لو أجي على اليمين هاي زيحت شوية على اليمين أطلع لفوق خبط في الاقتران قداش تجاوب تقريباً بال-Y الجواب L طب من الشمال هاي ال�-A بالضبط من هنا ريزحت شوية صغيرة عن عشمالها طلعت لفوق خبط في الاقتران شو الجواب تقريباً بال-Y الجواب L إذن النهاية من اليمين لمت F في الاكس لما X تقول لال-A من اليمين تساوي لمت F في الاكس لما X تقول لال-A من اليسار وتساوي شو تساوي L صح؟ لما X تقول لال-A تساوي L ومنها F في الاكس لما X تقول لال-A تساوي L تمام؟ تمام؟ إذن هاي بالنسبة لأول شكلين طيب وخلينا نشوف رسمة فالفة من الموضوع لو كان عندي هاي الرسمة هاي رسمة F-X وتظر شو يكون ال-X F-X عفواني الاقتران مهم إنه رسمته بهذا الشكل بنلاحظ هون أول إشي لو بدأ طلع F-A F-A شو يساوي؟ خلينا نكتب بالأسود بمن نكتب بالأسود F-A شو يساوي؟ يساوي L مظبوط ولا لا؟ أو عفوان L مظبوط هاي ال-A وين مغلق؟ مغلق عند ال-L مفتوح عند ال-M إذن صورة F-A شو تساوي؟ تساوي L تمام؟ طيب بدي أدرس هلا النهاية بدي لمت F-X لما X تقول لال-A من اليمين وأطلع برضو limit F-X لما X تقول لال-A من اليسار طيب هاي ال-A بدأ أطلع من اليمين أجيت على ال-A من اليمين اقتربت من عندها هاي ال-A بالضبط ما يقول لال-A من اليمين يعني شوي صغير عن اليمين دازي طلعت لفوق لما أطلع لفوق إيش رح يخبط؟ ما رح يخبط بهذا الخط رح يظل طالع تريد يخبط بأي خط بهذا الخط تقريبا شو الجواب بالنسبة لل-Y رح يكون M إذن limit F-X لما X تقول لال-A من اليمين تساوي M تمام؟ طيب نيجي هلأ من الشمال هاي الشمال من اليسار هاي A بالضبط زيحت شوي على اليسار بطلع لخط لفوق خبط في هذا الخط صح ولا لا تقريبا شو الجواب بالنسبة لل-Y الجواب L إذن نهاية من اليسار تساوي L تمام؟ إذن باجي بحكي في منه النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار صح ولا لا النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار إذن limit F-X لما X تقول لال-A شو باجي بحكي عنها Does Not Exist Does Not Exist يعني رح نرمزلها من رمز D.N.E اللي هي اختصار ل-Does Not Exist يعني النهاية غير موجودة والسبب أن النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار تمام؟ طيب لو نشوف هاي الرسمة اللي اقتراني عندي F-X بدأ طلع النهاية لجميع هاي الأرقام مع الصفر كمان خلينا نبلش وحدي وحدي فيهم تمام؟ هي كم نفهم موضوع النهاية 100% فحكينا مفروع النهاية شو بشكل بسيط هي سلوك الاقتران حول النقطة ولا تعني بالضرورة المساواة المساواة بهمني موضوحها في الاتصال تمام؟ طيب نيجي أول واحدة عند limit F-X limit F-X لما X تقول أو تقترب من الصفر وين الصفر؟ هاي الصفر بدأ أخذه من اليمين بدأ أخذه من اليسار هاي من اليمين صح؟ زيحت شوي صغير عن اليمين هاي الصفر بالضبط وهي عن يمين شوي بطلع لفوق لأن الاقتران موجود فوق لو اقتران تحت رح أنزل لتحت يعني رح تروح يا فوق يا تحت حسب وين الاقتران موجود شكل الاقتران رح أطلع لفوق تقريما شو الجواب رح يكون الجواب رح يكون واحد إذن رح أفصل limit F-X لما X تقول للصفر رح أخذها من اليمين أول إشي شو تساوي من اليمين حكينا واحد تمام؟ طيب من اليسار limit F-X لما X تقول للصفر من اليسار شو تساوي هاي الصفر زيحت شوي هاي بدأ أجه أدرسه من اليسار وصح؟ هاي زيحت شوي صغيرة عن اليسار بطلع لفوق أو انزلت لتحت هال رح يخبط في الاقتران لا يوجد تعريف للإقتران F-X في هاي الجهة لو طلعت لفوق أو انزلت لتحت فش إشي يخبط فيه حتى تشوف شو قرأته بال-Y إذن بهاي الحالي لم تأفل X لما X تقول للصفر من اليسار does not exist بحذ ذاتها does not exist وبالتالي لم تأفل X لما X تقول للصفر does not exist تمام هاي بالنسبة للصفر هلا فيه شغلات ما رح أحكيها باجع عند الواحد دعا فكرة هون الواحد مفتوحة هاي تمام اعتبرها مفتوحة يعني أفل الواحد غير معرف تمام طب هذو بهمني بالنهاية بهمنيش بالنهاية أنا رح أدرس النهاية سواء معرف أو غير معرف باجع ليه واحد من اليمين تمام هاي الواحد بالضبط زيحت عن الواحد من اليمين وين الاقتران هاي وفوقي رح يكون صح طلعت لفوق وقف خبط شو تقريبا الجواب بالواي الجواب صفر تمام إذا لم يتأفل اكس لما اكس تقول للواحد من اليمين شو تساوي تساوي صفر طب من اليسار هاي الواحد من اليسار صح هاي الواحد بالضبط زيحت شوي عن اليسار طلعت لفوق لأنه الاقتران سيكون لفوق بس الخط شوي يخميل رح تطلع لفوق هاي طب بالاقتران شو تقريبا الجواب بالواي برضو الجواب صفر إذن لمت F في الـ X لما X تقول للواحد من اليسار شو تساوي تساوي صفر وبالتالي لمت F في الـ X لما X تقول للواحد تساوي صفر إذن موجود لأنه نهايته من اليمين تساوي النهاية من اليسار طب لو أجهت عندي الاثمين هلأ ما راح أكتب خرص هاي الاثنين لو أجي من اليمين تمام هاي الاثنين بالضبط صح هاي الاثنين بالضبط زحت عيمينها بشوية صلعت لفوق رح يخبط بهذا الخط لا رح يظلم تكمل طريقه لا يخبط وين في الخط الثاني شو تقريبا الجواب بال Y رح يكون الجواب ثلاث طيب على شمال رح نزيح شوي هذه الأتنين بالزبط زحت شوية عن شمالها بشوي خبط في هذا الاقتران شو تقريبا الجواب بال Y تقريبا الجواب واحد تمام النهاية من اليمين كانت تساوي ثلاث والنهاية من اليسار تساوي واحد إذا النهاية عندالثمين protect doesn't exist لأنه مره من اليمين ثلاث مره من الشمال واحد اليمين لاُصاوي الشمال وبالتالي النهاية غاق موجودة طاء لأجني عندي الثلاث هاي سهلة هاي عيمينها هاي بالضغط عيمينها طلعت لفوق خبط في الاقتران هو تقريباً الجواب بالY يا جواب بالYه اسمين طبع اشملها هاي الثلاث زحت عن الشمال بشوي طلعت لفوق عبد ما يخبطوا الاختران هاي خبط بالاقتران شو تقريباً الجواب بالنسبة للواي برضو إيش فين إذن نهاية عندي الثلاث تساوي اثنين ننجي عند الاربعة الاربعة زي الصفر بالضبط لو بدأدرس على شمالها هاي الاربعة على شمالها بشوي زي حت طلعت خبط في الاقتران خلنا نكتوبها كتاب بس هاي الميت أف في الاكس لما اكس تقول للاربعة من اليسار شو تساوي هاي الاربعة حكينا من يسارها طلعت لفوق خبط بالاقتران الجواب تقريباً واحد إذن واحد تمام؟ طيب عن اليمين هاي يمين الاربعة صح؟ هاي الاربعة بالضبط هاي عامين لو طلعت لفوق أو نزلت لتحت هاي رح يخبط في الاقتران لا رح يخبط ولا بأي خط من الاقتران اف في اكس إذن من الاربعة من اليمين does not exist وبالتالي رح نستنتج هلا انه أطراف الفترة دايما النهاية عندهم شو does not exist هون حكينا إذن does not exist وبالتالي لم تأفل اكس لما اكس تقول الأربعة does not exist حكينا نستنتج استنتاج انه أطراف الفترة مين أطراف الفترات هون؟ أطراف الفترة عند الصفر هون طرف والأربعة هون طرف دائما النهاية عندهم غير موجودة ليش؟ لأنه إذا الطرف هذا الأيسر الطرف الأيسر النهاية من اليمين ستكون عنده موجودة لشمال غير موجودة فالنهاية بحد ذاته كامل غير موجودة نفس الشيء الطرف الأيمن النهاية من الشماله ستكون موجودة زي هيك أما عيمينه ستكون غير موجودة وبالتالي لم تأفل اكس لما اكس تقول الأربعة does not exist ولم تأفل اكس لما اكس تقول الصفر does not exist ليش؟ لأنهم أطراف فترة هاي هي مفهوم النهاية الخلاصة زي ما حكيت نحن ندرس يمين وشمال لأننا نأخذ سلوك الإقتران حول النقطة تمام؟ سلوكه حول النقطة ما بهمني شو صورته بالنسبة للواي بهمني صورته حكينا في موضوع الاتصال طيب هلا راح نشوف part 2 كيف نحل النهايات بالجزء الثاني من شرح النهايات